مناسبة عيد الفطر المبارك قامت الجفهة الشعبية لتحرير فلسطين بدرعة بزيارة عدد من حواجز الجيش العربي السوري مقدمين لهم بعض الحلويات المنزلية التي صنعها عدد من النساء الفلسطينيات وذلك تعبيرا وتأكيدا على قوة الوحدة الوطنية والقومية بين أبناء فلسطين وسوريا ومقاومتها المشتركة للعدو الصهيوني الداعم الأول للتنظيمات الإرهابية المسلحة قامت الجفهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة قيادة منطقة درعة اليوم وتقديرا لجهود الجيش العربي السوري بجولة على حواجز التابعة للجيش والقوات الرديفة في محافظة درعة بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد وقدمت التهاني وأكدت أنه عيد مصر لسوريا ومحور المقاومة نحن نوجه تحية للجيش العربي السوري ونعتبر حالنا من أول الحلفاء المقاومين والحلفاء مع الجيش العربي السوري ضد الاستعمار والاحتلال الصهيوني ونحن نعتبر حالنا من قوات الرديفة إيد بإيد مع الجيش السوري اليوم بمناسبة عيد الفطر السعيد ومناسبة يوم الأرض القدس الفلسطيني قدمت نساء فلسطينيات بصنع حلوة منزلية وقدمتها للحواجز الجيش العربي السوري رسالة محبة ووفاء إلى من حمل أرض والعرض رجال يصهرون على أمن الوطن في كل المناسبات والأعياد ويضحون لأجل أن يعيش الناس بأمان رجال الجيش العربي السوري طوب لكم